السلام عليكم وعليكم رحمة الله وبركاته أقول لحضرتك في كوز العمل بالقضاء رغم على العلم أننا منحكم شباية الله أقول لك شيئا لو على الوضع الذي نعيشه على الوضع الذي نعيشه في قاضي حرامي مرتشي وقاضي صالح ليس بمرتشي تنصح أنت بماذا؟ تنصح القاضي الصالح يصيب العمل ويبقى المرتشون الظلمة أو يقيموا العمل ويقيموا أمره الله قدر استعادهم لأنهم مجبرون أسنصحك تسمعني سنبني على قاعدة اختيار أخف الأضرار كنظر عامة كنظر عامة مع الوضع الذي نعيشه من تنحية شرع الله سبحانه القاضي الذي يقضي في المحاكم الآن مخير أو مجبر على القضاء مقبر مجبر فإن يكون في واحد أجبر ولكن يتق الله ما استطاع واحد ثاني حرامي ويستغل القضاء لصليحه الشخصي ننصح الصالح بالاستقالة واترك المقام للفاجر الحرامي كلم كلامي ولا نشفهم طب ليه شيء مستطفى احنا بنحكم شرع ربنا والله أنا للنار نطلبهم الله يديهم السياسيين والدولة كلها دولة الله يكفينا شرها أقول لك الدستور وما الدستور نحن نريد كتاب ربنا يقول لك الدستور أنا من لي صلى الله أن يهديهم ومن هنا نوجه نصيحة للحكام ونصيحة للقضاء ونصيحة للشعوب نصيحة للأمم للأفراد للجماعات قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء وإن الظالمين بعضهم أولئ بعض والله ولي المتقين والنصوص كثيرة